أهلا وسهلا بكم مستمعنا مكملين معاكم ساعتنا ثانية لليوم من ركاب ومعي بالوستوديو الأنسة الجميلة المتقلقة هايدي موسى عسليمة وأهلا وسهلا بك شرفتنا خلينا نعرف المستمعين من هايدي موسى؟ هايدي موسى يعني مطربة متوضعة والحمد لله يعني أنا كنت بستوراك عدمي تمام وأخر موسم موسم الحداشر وأخذت مركز تاني ومن صغري طبعا بغني أنا عند التسعة سنين في در الأبرا المصرية والحمد لله يعني بقالي يعتبر خمس سنين موجودة بشكل احترافي وعملة ألبوم وعملة أجاني سانجلز ويعني حفلات طبعا الحمد لله يعني متواجدة بشكل كويس الحمد لله طيب إيه اللي جابك على دبي؟ في طبخة لمشروع خليجي أغنية خليجية في إيه؟ نعم إن شاء الله يعني أنا بحضر بقالي فترة الأغنية مصري والأغنية خليجية بس الأغنية الخليجية سبقت شوية فقلنا يلا نيجي ونجرب كذا عمل خليجي وشوف الأنسب لي والأنسب لصوتي طبعا برعايت وتحت شركة إنتاج Life Styles Studios فيا رب إن شاء الله توفق في حاجة لأنه لسه لحد دلوقتي يعني بنشوف تسمعي الموسيقى وبتشوف الكلمات لأنه لازم الواحد يجرب صوته على الأغاني مش بس إن أنا أوي خلاص دي حلوة فيا الله جربت حاجة خليجي؟ جربت حاجة خليجي بس لسه بنشوف كمان طب من من المغنين الخليجيين أو المغنيات النساء الأصوات النسائية أو الرجالية اللي هيك بتحبيهم أو بتسمعي لهم أو متأثرة بهم شوية بموسيقتها؟ أنا بحب جدا يعني طبعا هو أنا بحب منه مش يعني مش بس خليجي هو مصري أكتر الفنان الكبير حسين جاسمي يعني أنا بعشق مزقته وبحب جدا جدا اللي بيقدمه من طبعا المطربات لا يعني في فنانين كتير سادة نوال الكويتية طبعا سادة أحلام في مطربات أنا بحب مزكتهم وبتسلطن بيها بجد وطبعا عمالكها كتير تاني يعني أكيد طب قبل ما أسألك أو خليكي تتغنيلي حاجة خليجية إيه رأيك نسم معهم تصدق وتأمن بالله أغنيتك؟ لا إله إلا الله تصدق وتأمن بالله حسن معك الأغنية دي من إنتاج؟ شركة Life Style Studios يلا تصدق وتأمنوا بالله يا جماعة وراجعين خليكم بالجاو نكملين معاكم مستمعين هادي ريكاب ساعتنا ثانية لليوم ومعنا هايدي موسا تصدق وتأمنوا بالله أنا صدقت خلاص صدقتي؟ خلاص عايضتي وصدقتي وكل حاجة؟ اوه طب تعالي نمحي لهم النكد لنكد دولهم يلا غنيلي حاجة على زوءك حاجة بحبها هي قريمة شوية بس أنا بحبها قوي يعني مش بتاعت السنة قصتي لفنان حسين الجسمي الله 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 عزمة على عزمة بس على فكرة نحن أولنا حنغني لهم حنغني لهم حاجة نغير لهم جاوه هغنيك حاجة من حاجة فيها لا رأي حلوة جدا الأغنية وأنا من أحسل من أحلى أغانية حسين الجسمي انتي جيتي لدبي مع مين؟ مع ماما أيوة ايه قصتك؟ ايه قصتك مع الماما؟ مع الماما احنا يعني عارفة بتاديناها سوى من الصفر بسا مكمل لها ان شاء الله مع بها ان شاء الله يا ربنا يخلي هيلك يا رب يعني ما بتروحيش مكان إلا ومعاك مامتيك صح؟ يعني نادرا حقيقة الحمد لله يا ربنا ديها الصحة بس هي بتفرح جدا وبتحس ان يا شايفة تعبها مبسوطة بي يعني فهمها؟ شوفني هنا ببرامج وفي حاجات حلوة كبيرة شوفتها دلوقتي هي مبسوطة فعلا الحمد لله طبعا بنا يخلي هيلي يعني دايما هي وبابا في ظهري وبيدعموني جدا جدا في مشواري ربنا يخلي هيلك يا رب وان شاء الله بالتوفيق وأكيد يعني رضا الوالدين أهم حاجة للتوفيق في الحياة كلها يعني مش بس بالشغل عندك اخوية تحكيلي على حياتك الخاصة مش عارفين حاجة معتمة الدنيا محدش عارف عنك حاجة لا كله كله على جوجل أنا مليش دعوة بجوجل أنت قدامي أهو أنا عايزة المعلومات من المصدر نفسه صح أروح لجوجل ليه؟ لا بس عندك حق في شوية تعتيم كده بس والله هو مش تعتيم هو ما فيش حاجة وسمعنا في معجب وتقدملك وبعثلك خطاب وحاجة تعالي 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 حكيلي أنا عندي أخويت عندي أخين أكبر مني أنا الصغيرة ويعني حياتنا بسيطة خلصوا هدية كلنا فنانين بس أنا بغني هم في الفن التشكيلي في الرسم وما شاء الله عائلة فنية عائلة فنية بس ويعني شوية إحنا متربطين مع بعض طول الوقت الحب لله أنت أخر العنقود يعني المدللة فينا نقول عنك مدللة لا مية في المية صح بابا يعني هو أنا اللي بنزباله دايما يقول لي أنت البمبونية بتاعتي آه دلع الأخرة آه طبعا طبعا بما أنه أنا عندي دايما تحدي اللي هجيت بما أنه حضرتك من مصر أمي الدنيا الله طبعا لاجة المصرية هي من أسهل لها جيت لكل العرب وكل الوطن العربي آه رأيك أنا حسألك سؤال بالتونسي وجاوبيني عليه بالمصر أنا بالتونسي خطيرة أنا بفهم كلمة بس ولا تفهمي لا لا بفهم حسألك سؤال بالتونسي أنا عندي يعني الباست فريند بتاعي ناسيم كان معي في ستر أكاديمي هو تونسي فدايما بيحكي معي مصري على تونسي طب احكي لي حاجة ما قابل تونسي خلاص أنا مش عايزة أسألك بالتونسي عسلمة يا عايزة طب أوكي حسألك سؤال بالتونسي وجاوبيني عليه حشوف حتفهميني ولا لا؟ ميش عسلمة هايدي انتي شنو أكلتي السباح فطور السباح؟ فطور السباح أكلت بيد وأكلت سالاد فهمت؟ فهمت خلاص؟ بتتروقي الصبح؟ بيد وصلاتة؟ بيد وصلاتة بيد وصلاتة ما شاء الله؟ عشان القتيل آه يعني جبنة ممكن بس في العادي لو مش أحلى مش على الهو حتى بتكوني أكلة قيفول وطعمية وكده؟ آه بس مش دايما لإني يعني الصبح كها بحب على خفيف ساعات يتهب معي أقول لبابا نفسي نفسي يا بابا أكل فول وطعمية وبتنجان أكل حرشة كده يلا هو مش باين عليكي خالص الهدوء والرواءين ده والجمادق والعيون الملونة الخضراء تاكل تاكل فول وطعمية على الصبح لازم لا ده دي البصمة المصرية لو ما مكلتيش ما تبقش مصرية خلاص فبس بس في العادي كده نشرب بالأول قهوة نشرب نكسان دوتشجينة خلاص خلاص مش هتقدري تتصحق أمحي اللي حصل الأمحي اللي حصل خالص لا ده أحلى بصمة إيه رأيك نسمع عمرو ديب بالوقت ابني بلدك طبعا عشان ما تحسيش بالغربة معانا عمرو ديب رأي أو رقعين خليكم بالجو أمكملين معاكم وسمعينا ساعتنا الثانية لليوم من ركابه ومعي هايدي موسى هايدي خليني أذكرك أنا قبل ما أنت تيجي على الستوديو سألت المستمعين إذا بتربحوا مليون أو خمسة مليون دولار يخيروكم بين خمسة مليون دولار دولار مش قادرة مش قادرة أقول المبلغ يا لهوي خمسة مليون دولار وبين صديق العمر بتختاروا إيه ما شاء الله ما شاء الله يعني صراحة أثرت كثير بمكالمات المستمعين كلهم اختاروا الفلوس أنا صدقتك اللي هو بقولي الدنيا بقى فيها إيه يا جماعة آه والله كلهم اختاروا الفلوس طب إنتي لا لا أنا اللي حاسأل النهار ده أنا أعتقد تسألي بس والله يعني مجد سؤال صغير هل أنت مؤمنة أن في صديق بيدوم على طول ممكن تضحي عشانه بالمبلغ ده أنا ممكن أقسم معاه الفلوس وزي ما هم صراحة عملولي غسي المخ المستمعين غسلولي مخي أنا فايتة كده مقوي نفسي والصداقة والصديق الصدوق والأخلاق الحميدة والحاجات الحلوة دي صح صح بس من شاء الله عملولي غسيل مخ لا لا صح بس هقولك حاجة يعني هو الصداقة لما بتلاقي شخص بجد في حياتك ممكن تقابلي واحد أو اثنين بس أصدقاء بجد ناي أكيد فعلا بيبقوا هما المكسب الحقيقي في الدنيا كلها الفلوس حلوة قوي وبتدي باور وكل حاجة حلوة بس يعني ممكن لو معاك ملايين الدنيا وانت الحالك أو محدش بيحبك تشتري لك صاحب مثل صديق قالولي تشتري لك صاحب حقيقي إن حد تلاقيه معاك عشان الفلوس بس دي أسوأ حاجة ممكن تحصل لشخص طيب ما جاوبتينيش على السؤال خمسين مليون دررار أشوف الفلوس أجاوب يعني يعني بتفكري في الموضوع أعجبتني سرحتك أشوف الفلوس ويجيوا صاحبتي قدامي على حسب بقى يحطوا ده هنا ويمين وش مال لو شيك مش هتبقى سري على فكرة صح؟ لازم كاش فلوس كده بقى عارفة زي كده فلوس رزم 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 قدامك وصاحبتك قدامك وين شوف تختاري مين أرقا س أنا دالوقتي جيفا قدامي عناية ساحبتك عينيكي بتلمة عليه في أنا قلت كاش وعينيكي باقة دولارات هنظى عاك على بعض وإيه هاي كرتون صح؟ أيوة لو شايفين معي هاييدي على الـ الأبليكيشن أكيد عم تحضرونا صوت 5 مليون شباب 5 مليون براء على سيرة الأصحاب صاحبتي وعشرة عمري احكيلي عليها الأغنية يعني أنا من أحلى الأجنة اللي عملتها الحقيقة في حياتي كلها وكانت سهلة وكانت صدقة يعني هي كانت طالعا مش عشان أنزلها ولا حاجة كنت عملها فعلا لصاحبتي في فرحة وغنتها لفرحة بعدها الأغنية ما شاء الله بوم ما توقعتيش ردة الفعل أبدا أنا يعني بقولك إيه عملها يعني عارفة اللي هو بس كده في نص ساعة بجد وما توقعش يعني الواحد بيقعد يشتغل على الأغنية لواحدة شهور دي عملتها في نص ساعة وأنا عدم عشان من قلبك قبل ما تنسألي على الخمسة مليون دولار ايه رأيك نسمعها عشريتي وصاحبة عمري يا جماعة ورجعين رأيكم بالجام أرجعني لكم مستمعين أنا مش واحدة اليوم في الستوديو صراحة أنا فرحانة برشا إنه معايا هايدي موت عرفت إنه مثلتي كانت عندك تجارب تمثيلية غير الغناء متعددة المواهب هايدي خلينا نذكر المستمعين وين كان عندك ظهور أنا كنت طبعاً في عمل مسلسل أعلى سعر في 2017 في رمضان مع العدل جروب ومع الفنانة الكبيرة نيل الكريم وأستاذ نبيل الحلفاوي كان بصراحة يعني عمل معايا صادة حلوة جداً لإني كنت بغني وبمثل فكان تجربة ليه جميلة وإن شاء الله أتمنى قررها جربت كمان حاجة برضو في عمل اسمه طلقتك نفسي طلقتك ساري أنت متجوزة ولا نا سنجل بس بدعم يعني من القلب للقلب يعني لأ إحنا كنا يعني هي قصص وبتنوه عن اللي بيحصل داخل البيوت والقصص اللي بتودي للطلاق أصلاً فكان أكتر منه أنه هو بيعمل زي ستوائية بزا فوائية بزا بس كان حلوة قوي الحمد لله برضو وإن شاء الله يعني دلوقتي بنبحث أدوار حلوة لرمضان ممكن نشوفك في رمضان حلوة إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالنسبة لموسم الرياض كان عندك ظهور بمشاركة في موسم الرياض 2019 أه أه هو في أول هو ده الموسم التاني أول موسم طبعاً كنت مع الموسيقار مامدوح سيف وعملنا حفلة حلوة جداً جداً على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بالرياض طبعاً وكانت من أحلى الحاجات اللي عملتها الحقيقة في السعودية وإن شاء الله إن شاء الله أتمنى طبعاً أنا قرر التجربة السنة دي كمان في موسم الرياض وأنا شايفة قد إيه متعوب علي وقد إيه طالع بجد حاجة واحد يفتخر بيها نور في العالم العربي خاصة تمهاي السنة رهيب لا ما شاء الله حاجة جايبين كل حاجة كمان مش بس يعني على الهنى أو على كل حاجة 360 درجة يعني غطوا كل شيء مش بس الفن الاصغار الكبار فأتمنى شارك فيه إن شاء الله كمان السنة دي وأنا دايماً دايماً بقولها إنه الجمهور السعودي كان من أكبر الدعمين ليا دايماً ولما بروح السعودية بلاقي ترحاب ودعم وحاجات يعني والله الواحد بيفتخر بيها الحمد لله لأن الحب ده ما عند ربنا طبعاً القبول في دعوة دايماً جدت تقولها وإحنا من نحن وصغار ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول هاي الدعوة دايماً دايماً على لسينها روحي يا بنتي يعطيكي القبول ومحبة الرسول إن شاء الله نشوفك على إن شاء الله على موسم الرياضة إن شاء الله ومع مين من الفنانين كنا عم نحكي كمان كنت شاركتي محمد حميقي صح؟ آه دي كانت حفلة في مصر كان هو عنده حفلة وأنا كان عدي تكريم في نفس الحفلة كان مؤتمر يعني والحقيقة كان هو زوق جداً جداً وطلعت لعى المسرح وشاركته في حفلة بأغنية من أغنية آه إيه الأغنية؟ كانت من أغنية من البداية أوكي والأغنية اللي بحبها جداً على الفكرة آه يعني بحب أغني محمد حميقي جداً وهو نجم محترم مشيك آه فيلا إن شاء الله كده السنة دي أروح على موسم الرياض بقى بفرقتي ونغني إن شاء الله وممكن نشوفك فيديو مع محمد حميقي آه طبعاً أتشرف أكيد ومين آخر سؤيل هيدا خلاص؟ قاعدة حلوة مين من المغنين بتتماني تعملي معه أغنية؟ والله يعني أنا مش عايزة أجواب دبلوماسي لو سمحت لا دبلوماسي لي أنا بحب جداً أصوات كتير بس يعني بحب تامر حسني بحب الحسين جاسمي آه بحب رامي صبري آه في نجوم طبعاً كتير بحب أصواتها وأتمنى إن أشاركها في عمل إن شاء الله أول حاجة أشوفك في موسم الرياض يا رب بفرقتك وبي أغنيك إن شاء الله وموافقة بكل شغلك برمضان بالأعمال الدرامية إن شاء الله مرسي أول زوءك وعلى صدافتك الجميلة حبيبتي تانكي وشكراً لإلك رح نسمع أغنيتك دلوقتي أنا تعود